أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي أنا تكلت عليك في كل أحوالي بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم والدنيا بخير كل اللي عملناه وتعبنا فيه على مدار العمر والسنة دايما بنخاف عليه ضيع مننا أو نخسره وطول الوقت الأنين بيتنا وأهلنا وحياتنا وأولادنا بندعي ربنا يحفظهم ويفضلوا في حياتنا موجودين حتى نفسنا وأحوالنا وأمورنا محتاجين دايما نكون في أمان ومستقرين عشان كده بنستودع كل غالي علينا عند ربنا سبحانه وتعالى اللي ما فيش وديع عنده بتضيع إزاي نستودع نفسنا وأهلنا وكل حياتنا عند ربنا سبحانه وتعالى ده اللي هنقوله نهاردة إن شاء الله مع فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأظهر الشريف وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم أهلا بحضرتكم وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات دايما الأنين جيب أقرب حاجة على أولادنا يقولون استودعوهم عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى اللي استودع عنده حاجة وامرها مضيعة يعني إيه نستودع كل شيء في حياتنا عند اللي خلقنا بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يعني إيه كلمة وديعة عشان ولادنا الصغيرين وديعة دي يعني حاجة غالية عندي أنا وأنا هسافر فخايف أسيبها في البيت فتضيع أو أسيبها في مكان مش أمان فتضيع فبروح لحد من كبار البلد وبيته آمن وعليه حراسة وهو أمين جدا 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 وأسيبها له أمان وأقول الله يبارك في عمرك وأقول له أتفضل بعد إذنك خلي دي عندك وديعة يعني أمانة شلها عندك حفظ لي عليها أنا مش قادر أحافظ عليها فأسيبها له يحافظ عليها حطاه عنده في الخزنة حطاه عنده في مكان أمين لما جا استردها يقول لي اتفضل وديعتك أديتو أقول له أديتا كده الأدي معنى كلمة الوديعة طيب جات منين فكرة أن أنا أستودع الله ما عندي من الأشياء المهمة كأولاد كمال كصحة كدين كعلم جات من فكرة ما رواه الأبو داود وأصحاب السنن أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودعه مسافر واحد مسافر فبيقول له إيه أشوفك على خير يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدنا النبي بيجمسك إيده كده ويجأ يقول له إيه بقى ودع عظيم جدا يقول له أستودع الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك زودك الله التقوى نقطع حلوة أوي نقول لي ما عليك حضرتك ابنك مسافر عنده محضرة عنده كذا فأنت تجي مسكة إيد ابنك وتقول لي أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك زودك الله التقوى اكتبوه أو سجلوه الله يبارك في عمرك ده كلام الجميل لو أنت بتودعي مسافر هو مسافر بنتك مسافرة ابنك مسافر حد من أحبابك مسافرين لازم سافر ولا خروج منه ما أنا أقول لي ما عليك بقى هنشرح لما والدنيا كلها سفر إحنا أصلا مسافرين كلنا على سفر ولن نضع الرحال إلا في الجنة لأن إحنا أصلا سبنا بيوتنا ولذلك حضرتك أنت في الكعبة ما بتصليش قصر ليه مش علشان مئة ألف أهم من مئة ألف إن أول بيت وضع للناس أنت في أي حتة مسافرة إلا هنا إنك في بيتك الآن نحط الرحال وده أحد أسرار إن أنا أول موصل الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوتي أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه إيه صوت به عارف حضرتك ونراكب الفرس معايا صوت كده همش به على الفرس عشان يسرع طب إذا وصلت بيتي ومستقري أول حاجة بتخلص منها الصوت أجرميه عشان يستعدي للنزول فلما برمي الصوت هذا دليل على الإيه الآن نستقر كمام فموضع الصوت ده اللي هو العصى الصغيرة اللي بشور بيها على الفرس في الجنة يعني قد الصباع قد الإيد خير من الدنيا وما فيه وده أحد أسرار ألهاكم التكاثر حتى إيه زورتهم المقابر قولي كده تاني زورتهم المقابر زورتهم يعني المقابر زيارة يعني مش مستقر مرحلة برضو أيوة كده ده أنا يدوب هو اللي بيزور حد هيستقر عنده ولا مدة مؤقتة ويترك فالمقابر كده مدة مؤقتة وتترك لأنك رايح لمستقرك فاحنا كلنا على سفر نقول تاني وانت بتودع أي حد رايح يحج رايح يعمل عمرة رايح لمحضرة رايح لكذا رايح لعلاج أي أن كان تقوله كده استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك زودك الله التقوى نقول لي ناخد التليفون ونقول لي مادام أمينة عليكم السلام عليكم أنا أول مرة أرنة على فكرة وبحبك جدا 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 ربنا يخليك يا رب وبحب الشيخ رمضان صراحة أنا بعتبر والدي مش صراحة يعني بعتبر أنه هو والد الجد الجد يعني متعرفش أنا بحبك قد إيه يشرفني أنت على رأسي من فوق الله يخليك أنا والد متوفي يعني لما باجي مثلا ساعة الصلاة كنت أنا سامعة يعني من الشيخ محمد أبو باقر الشيخ أبو باقر يعني أنه في أنه لما تيجي تصلي بيبقى فيه مثلا أنت أنا توضطه خلاص راح أصلي قبل الصلاة بحاجات بسيطة كده مثلا طلع ريك فبروح أتوضى تاني فهو بقول اللي هو عنده التكرار ده متكرر في يكمل صلاته عالي ده اسمه سلس آه سلس سلس بول أو سلس ريح هل ده موجود أنت عندك ده هو بيبقى لا مش كده بصي أنا وراح خلاص تصلي بقى متوضية وراح أصلي أيوا ده متكرر عندك لا بس ساعة الصلاة بس تمام بيجي ساعة الصلاة بس وعندي سؤال تاني يعني ده في كل صلاة أنت بتيجي تصليها لا فيه فيه طيب تفضلي تاني الولدي لإيه لأبوي اللي يرحم ندعيله حاضر لا أني أنا مثلا لو جيت أدعيله أدعيله بأي أدعية عادية وساعت بأدعيله مثلا أني بفضل أرساله على رسول والسلام وقال وقال أني وهابته كذا هل ينفع ولا فيه حاجات معينة أني أنا أدعيله 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 حاضر والعياذ بالله ينزل بعض نقاط الماء البول غصب عنه ما بيقدرش يتحرز منها ده اسمه سلس البول لما جه واحد اشتكى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ لكل صلاة وما نزل بعد ذلك معفو عنه ده اسمه سلس البول زي بالضبط اللي عندها بعد عنه عنك استحاضة فيه نزيف مستمر تتعامل زي سلس البول تتوضأ عند كل صلاة ثم تتحفف وكذلك اللي عنده سلس بول يتحفف يضع شيئا طاهرا ثم يصلي ما نزل أثناء الصلاة معفو عنه كذلك اللي عنده سلس ريح يتوضأ قبل الصلاة مباشرة ثم يدخل في صلاته ما حدث أثناء الصلاة معفو عنه لأن هذا غاية استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تمام ده في الحالات اللي هي عندها المرض لكن أي حالة تانية لابد من إعادة الوضوء لابد أن يتوضأ تمام الدعاء هل في أدعية معينة هل في حاجات معينة نوهب هل لهم قراءة القرآن الكريم مثلا هي بتقول الصلاة على الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام هل أي تذبيح وذكر لله بعد من خلصه نقول أن نحن بنوهب أجره ثوابه لفلان أو لفلانة بص يا حضرتك نحن عندنا السؤال ينقسم إلى قسمين الشق الأول شق الدعاء القرآن الكريم أورد لدعوة حلوة رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أقولها على أبي وأمي أحياء وأمواتا لأننا كلنا طالبين للرحمة فأطلب لوالدي ولوالدتي الرحمة على قيد الحياة وبعد الممات طب ممكن أدعية تانية ممكن اللهم اغفر لهم ورحمهم اللهم عافهم وعفو عنهم اللهم أكل من نزولهم اللهم ووسع مدخلهم بعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب أنس وحشتهم ارحم غربتهم لقنهم حجتهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ما استطعت أنا لو مش قادر أحفظ الأدعية دي يكفي أننا أطلب من ربنا المغفرة والرحمة والجنة يا رب اغفر وارحم وادخلهم الجنة يا رب اغفر لأبي وأمي وارحمهما وادخلهم الجنة خلصنا على كده أبسط الأمور بس كده مغفرة رحمة جنة خلاص وأنت محتاج أي تاني طيب النقطة التانية بالنسبة للأعمال الأعمال فيه متفق عليه وفيه مختلف فيه متفق عليه الدعاء والصدقات والاستغفار إكرام صديقهما صلة رحمهما تنفيذ عهدهما عمره أو حج اختلف العلماء فيما عدا ذلك القرآن والأصح أنه يصل بقرأ القرآن ثم أدعو الله عز وجل لأننا بنقرأ الفاتحة فمش إحنا بنقرأ الفاتحة زي القرآن ما هو الاختلاف هنا في إيه الاختلاف أنه بعض العلماء قالوا يا جماعة القرآن لم ينزل ليقرأ على الأموات القرآن نزل لينذر من كان حيا ليكون نبراس لنا قانون لنا قيم أخلاقية بنمشي عليها دستور عبادات مش يقرأ على الأموات لأنه برضو الأمة قصرت في حق القرآن القرآن لم ينزل ليقرأ على الأموات القرآن لم ينزل ليتخذ للديكور في السيارات القرآن لم ينزل ليعلق على صدور الفتيات إنه منازل ليكون كل واحد فينا قرآن يمشي على الأرض ده رأي علماء وده رأي معتمر جدا طب وحضرتك مع أين رأي أنا مع الرأي الوسط لأنه الرأي التاني يقول لا اقرأوا كل حاجة لا أنا مع الرأي الوسط الوسط هو أي بنقرأ القرآن الكريم لأن القرآن له تنزلات يعني إيه تنزلات هو أصلا دستور هو أصلا قانون صحيح لكن هو بركة فأنا هقرأوا للبركة كتاب أنزلناه إليك مبارك ما كانش سيدن النبي قال لي اقرأوا على المريض اللي مش حاسس أصلا تمام فأنا بعمل أنا أرى لهذا الرأي أنه نقرأ القرآن عادي جدا بعد ما خلصنا قراءة القرآن ندعو الله أن يتقبل منا وأن يأجر معنا أبي وأمي وأخي وأختي يبقى أنا خط الوسط في الحكاية الله وخرجت من ديرة الخلاف صحيح طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل برحب بحضراتكم مشاهدين معنا مرة تانية معنا النهاردة فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلاتكم ناخد مدام هودا برام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدام لمياء إزي حضرتك أهلا وسهلا بحضرتك مش قادر أقولك أنا بحبك قد إيه وبنتفائل بوشك الجميل وبنزعل عليك وعايفين ظروفك بالله وإنت معنا وإنت مسافرة أو تعبانة ربنا يباركي أذر أقولك يعني مسائل بيكي قد إيه وبكل ديوفك ربنا يخليك يا رب نورتينا ربنا يديك الصحة يا رب ويقعد لك اللي تتعملي في ولادك يا رب أمين يا رب أمين يا رب كتر خيرك ربنا يصلح حالك زكت شخ رمضان الله يسلم حضرتك بحبك جدا 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 وعلمتنا كتير جدا جدا وزي ما قالك المتصلة اللي فاتت يعني احنا بنعتبرك أولا يعني ده شرف لي ده شرف عظيم والله على راسي أنا متشرق بذلك ربنا يجبر خاطركم جميعا الله يبارك فيك يا حضرتك ويزيدك من عالم يا رب أمين يا رب أنا كان ليه كذا سؤال معليش كذا ستحملوني صدعي أنا دلوقتي كنت بصلي يا شيخ رمضان مبارح صلاة التسابيع تمام وأنا بصليها اطلق بط أنا تعلمت من حضرتك إزاي وصليها فأنا عشان أنا بصلي عادي فبتصرع وروح مصلية يعني آآ أقول الفتحة مثلا وروح راقعة بعد ما أقول الصورة القصيرة ما نصبرش بطلق بط إن أنا أيه أسبح آآ ممكن أبقى مركزة أوي 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 واجه مثلا بين السجدتين أروح آآ سجدة على طول السجدة التانية من غير ما أقول الأصباط اللي هي العشر تسبيحات فهل هنا أضمها على يعني في الركن اللي بعديه ولا إيه أعمل إيه التصرف تمام حاضر والسؤال وهل ينفع أصليها جماعة دايما قيام الليل أو حاجة أصليها أنا وبيتي جماعة يعني غير رمضان هل ينفع دايما قيام الليل يبقى أو السنن دي جماعة ولا لأ حاضر والتاني سؤال ليا بعد إذنك يا أستاذة لمية فضالي كانت بنتي بتختسل من العذر الشهري بتاعها بس كانت حطها منكير هي نسيت تزيله قبل الاختسام ولما طلعت أنا اكتشفت ده بعد كده لقيتها بتشيره يعني بعدها قلت لها ليه كده ما ينفعش ده حائل وكده فهل كده تصح أن هي بعد ما طلعت وكده وهتتوضى بقى بعد كده لأي صالة ولا كتلازم تعد الاختسال تاني حاضر تمام عندك أي سؤال تاني؟ آآ آآ في سؤال بقى مهمة أنا دلوقتي نفتي أطلع عمرة ولو ربنا الدني المقدرة يعني أنا بس خايفة من حاجة سواء حاجة أو عمرة كل اللي راح الزيارة هناك فيه جراض أنا بخاف جدا من الحشرات الاستراثير عزاكم الله والحاجات دي بخاف جدا بترعب رعب رهيب فأنا خايفة إن أنا أروح ولقي الجراضي هناك مش عارفة هالطرف إذا هسرخ مش عارفة خايفة إن أنا أقدي الركن ده من العبادة بسبب إن فيه هناك الشيء ده مش عارفة ده صح ولا أنا كده أبقى معذورة مقضيش الشيء لو ربنا أدرني يعني ولا حاضر وفي حاجة كمان الزكاة بتاعتي المفروض أنا مأجليها المفروض تطلع الشهر ده أنا مأجليها في رمضان عشان أعرف الظروف اللي حوالي ده تمام صح ولا لأ يعني مصدحتهم أفضل في الشهر الجاي مثلا حاضر حاضر تمام حاضر تبين يا مدام هو ده نورتين طيب ما شاء الله حلقات صلاة التسبيح نعم اللي يتلغبط فيها يعمل إيه هو محتاجة تركيز شديد جدا وأنا عارفة إنه ما هي بالعدد نظبوط أي لغبطة تحصل بيبقى الوضع إيه بقى طبعا هو عشان الناس تبقى فهمة صلاة التسبيح أكبر أهل العلم على أنها صحيحة بعض أهل العلم ده قال جدا 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 قالوا إنها ضعيفة فبعض الناس يتمسك أو بواحد قال إنها ضعيفة ويطلع يشوشر على الناس وده خطأ كبير أكثر أهل العلم على أنها صحيحة وهي سبب في غفران الظنوب وبتتصلى أربع ركعة ركعتين وسلم أو الأربعة على بعض كل ركعة فيها خمسة وسبعين تسبيحة كل تسبيحة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فبقول الله أكبر وأجم سبح عشرة ممكن أسبح على صوابهم طيب وبعدين أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وسبح خمسة عشر في كل هيئة من الهيئات عشرة ما عدا بعد الفتحة والسورة عشان نخلص وبعدين أركع عشرة أرفع من الركوع عشرة السجود الأول عشرة الجلوس بين السجداتين عشرة السجود الثاني عشرة طيب لو أنا اطلق بط لو أنا اطلق بط في عدد من الأعداد قدامي حل من اتنين تمام إما أنني أتذكر وأنا في الصلاة أو لا أتذكر إن لم أتذكر صلاتك صحيحة وربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا طيب إن تذكرت في الصلاة إما أن أضم هذا العدد للعدد في الهيئة اللي بعديها أو إن أنا أقعد أعدى صغيرة في نهاية كل ركعة أجيب الزيادة أجيب اللي أنا نسيته لأنه برضو دي هيئة من هيئاتها تمام لأنه أحد هيئتها عشان بس ما لا أغبطش الناس الله أكبر أقرأ على طول والعشرة اللي هم ما بين التكبير والقراءة بيخلوهم جلسة صغيرة في نهاية كل ركعة فهي إما حاجة من اتنين يضم اللي نسيته في الهيئة الأولى إلى الثانية إما تجلس جلسة صغيرة في نهاية كل صلاة في نهاية كل ركعة قبل القيام تقول العدد اللي نسيته اللي فاتته طيب قيام الليل ينفع أنه يبقى جماعة كل السنن تنفع جماعة زي ما بنصلي كده الترويح جماعة زي ما بنصلي الشافح والواتري جماعة يجوز ينفع وكانت السيدة عائشة تصلي قيام الليل جماعة فيجوز ولو هم مجموعة سيدات من تأمهن تقف وسطهن في الصف الأول ليس أمامهن تمام الغسل بالمانيكير لو ما اغتسلتش لازم تعيد خلاصة لم يتم اغتسال فيش حاجة يا جماعة المونوكير اللي بتحط على الضوافر عازل طالما عازل يبقى الوضوء مش هينفع والستة حطة منوكير ولا الاغتسال من الجنابة ينفع والستة حطة منوكير ولا الاغتسال من الحيض ينفع والستة حطة منوكير لابد أن يزال أولا ثم تغتسل ثانيا وتصل المية لكل مكان في جزء المغتسلة تمام ما ينفعش تغتسل من جنابة أو من حيض دون أن تغسل شعر رأسها أصلاها لسه عاملة في السشور أنا مالو من السشور ما اغتسلتش أصلا لابد أن المية تعم بدن البني آدم كاملا تصل لكل مكان طبعا وتعملية تخليل لجزور الشعر أتأكد أنه تعمم الجسد بالماء عندها اغتسلت فيه منوكير ما ينفعش فيه جزء ما اغتسلت لوش المية ما ينفعش ما غسلتش شعره ما ينفعش فبنتها لازم تعيد الاغتسال وتعيد الصلوات اللي صلتها بهذه الصور تمام نفسها تطلع العمرة وخايفة من الجراد اللي موجودة أو إحايا الشعرات ممكن تكون موجودة الله يصلح حالي وحالك ده مدخل من مداخل الشيطان هذا الجراد الحمد لله غير موجود وكان فيه فترة زمنية قليلة جدا جدا وزال بفضل الله مفيش الكلام ده أصلا بفضل الله عز وجل من أيام قلائل كنا هناك جو عسل والدنيا حلوة دي فسحة المؤمن يعني اتوكلي على الله وإن شاء الله أسأل الله أن يجبر خطرنا وخطرك وخطر جميع المشاهدين طيب الزكاة هي مأجلاك كما فرطت الله دلوقتي يمأجلاها لشهر رمضان عشان احتياجات الناس اللي هي بتطلع لهم هو ده لا يجوز وأقدم آه أأجل لأ فهماني ساعتك يعني أنا علي زكاة مالي تمام ممكن أقدمها مش أخرها خليني جي معادها لازم الله يستطيع حبيت أطلعها قبل معادها أطلعها لكن ممكن تبقى بالتقصيد يعني أنا دلوقتي هفترض علي زكاة مال مئة ألف في السنة تمام ومقسمها عشر تلاف جنيه كل شهر تسع تلاف جنيه كل شهر يجوز بس أكتب فيه ورقة كده أجنتة موجودة في الدولاب خاصة بالزكاوات أجي كتبة أول يوم واحد ولازم يبقى شهر هجري مش ميلادي فهقول أنا زكاتي واحد شعبان واحد شعبان ألف أربعمية خمسة واربعين علي زكاة مال مبلغ مئة ألف جنيه بواقع عشرة ألاف جنيه أو تمن تلاف جنيه كل شهر تخرج واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة يا ربنا استرد أمانت وأنا موت ولادي يكملوا من سبهاش كده فهماني ساعتك طيب أنا عشان ما يبقى شعبين طبعا خليني ما عملتش ده وأجلت الرمضان وأنا موت أقابل ربنا ازاي صح ما ينفعش خالص لكن ممكن أطلع مؤدم تمام أنا خلصت زكاة مال أربعة وعشرين تمام وعلي زكاة مال في خمسة وعشرين وفي حد الوقت محتاج حد بيعمل عملية وأنا أقدر أن أنا طلع ده أطلع عشر تلاف جنيه ده في وقت الاحتياج كمال وشدة أطلع العشر تلاف جنيه من زكاة سنة خمسة وعشرين ولما تيجي زكاة خمسة وعشرين أبقى إيه أعمل مقصة منها طيب طيب ونروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل فرحب بحضراتكم مشاهدين معنا مرة تانية معنا النهاردة فضلت الشيخ الدكتورة مدونة عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأذر الشريف فقرتنا فقرة جماعة البرو التقوى المصرية فضلت الشيخ دايما لما الواحد يجي له أي ابتلاء تلاقي الناس على طول تقولك اطعم طلع وجبات اطعم حد ممكن يكون محتاج الحكمة إيه في اطعم الطعام بسؤول الله عز وجل أن يدفع عنا وعنك وعن جميع المشاهدين لابتلاءات يا رب العالمين وأن يجعلنا عبادة إحسان لا عبادة امتحان أصله الصدقات من أعظم أسباب تفريج الكربات اطعم الطعام والصدقات وجبر خاطر الناس وجبر خاطر أسيادنا الفقراء من أعظم ما يفرج الكربات الابتلاء غضب من ربنا أو حد عمل معصية أو خايف على نفسه أو خايف على أولاده الصدقات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع غضب الرب وتدفع ميتة السوء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا يعني ادفعوا عن أولادكم في رواية عن أعراضكم بأموالكم فالصدقات من أعظم أسباب تفريج الكربات من أعظم أسباب قضاء الحاجات اللي بيتصدق بصدقة مهما كانت قليلة يعطيه الله أربعة أشياء واحد ينزل الله البركة في ماله اتنين يحببه إلى خلقه تلتة يدفع عنه البلاية والعاهات أربعة يجعل صدقته ستراً بينه وبين النار وظلاً على رأسه يوم القيامة طيب البركة في المال بتكون بزيادة المال ولا استقرار المال ولا أنه حتى لو كان قليل فيبقى مكافي نروح للجزر اللغوي لكلمة البركة جاية من باركة به ره كاف استقر باركة إيه استقر جبتها منين يا فد جبتها منك هجبها منين اللعربية دي الله ينوح هجبها منين جبتها من الله يجب الخطف عرف أسعدك لما نقول إيه باركة البعير يعني إيه استقر وأقول بركة الماء لأنها إيه مستقرة ودايما محاطة من كل جانب فالبركة جاية باركة يعني استقر طب والبركة لما سيدنا النبي دعا لسيدنا أنا سيد مالك اللهم بارك له في ماله وبارك له في عياله وبارك له في عمره البركة بمعنى إيه إنما فالعلماء قالوا البركة كلمتين استقرار واستمرار فتحمل عنين موضوع اللي اتنين يا فندم لما ربنا يبارك لي يبارك ليك يبارك لجميع المشاهدين بسبب صدقتهم وعملهم الصلحة النعمة تستقر أولاده مستقرين حواليه يفضلوا ربنا لامم شاملوا بيهم حدش يبعد عنه تمام طب هيبارك في صحته تستقر عنده ما تزولش هيبارك في ماله ماله موجود ربنا يحميه من المستريحين والنصابين والدجالين وانت فهماني حضرتك ويحميه من الآفات كمان يزيده وينميه فأدي معنى كلمة البركة ومن أعظم وسائل البركة الصدقات الصدقات تجلب البركات على صحتك وعلى أولادك وعلى مالك ليه ده بالعدد كمان مثل الذين انفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فاكر حضرتك لما كنت بقولك ربنا حرم علينا حاجة وبيعملنا بها الربا الله ينور عليك ربنا حرم علينا الربا ويعاملنا به يمحق الله الربا ده اللي عنده ويربي الصدقات احنا مينفعش نتعامل فيما بيننا بالربا خدت من حد جنيه هرجعه له جنيه لكن ربنا بيعملنا بالربا ندي له جنيه يرجعه لي عشرة أدي له جنيه يرجعه لمية لا سبع مية والله يضاعفه لمن يشاء فانتك كسبان كسبان صحيح واحنا بنتكلم عن اطعام الطعام وجمعية البر والطقوة وكرتونة الخير ومطبخ الخير واطعام الناس في شهر رمضان المبارك من الحاجات المهمة جدا اللي الجماعية بتكون حريصة عليها الحقيقة وكرتونة الخير هي هتكلفك ايه هي بعض المواد الغذائية اللي ممكن يكون اي بيت واي أسرة بتحتاجها في كرتونة تقضيهم بقى حسب ظروفهم وحسب عددهم داخل الأسرة الجميل يا فاندم انه دايما جمعية البر والطقوة هي بتعمل حاجة وخاصة الكاراتين الخير وتلاحظي حضرتك الجودة صحيح هم بيختاروا أفضل ما يكون عشان أسيادنا صحيح أسيادنا الفقراء حاجة تليق اننا هقدمها لربنا ثم لأسيادنا الفقراء فبيختار حاجة طيبة جدا جدا من كل المواد الغذائية حاجة محترمة وفكرتونا محترمة حضرتك قلت جملة مهمة جدا انت بتقدمها لربنا هي طبع اعتقد ان اي بني قدم فينا بيطلع ولو جنيه حتى واحد ويستشعر المعنى ان انت ما بتتعاملش مع بني قدمين انت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى فشوف انت هتدي ربنا ايه ده معنى مهم جدا جدا انه يبقى عندنا جوانه شوف يا حضرتك هقولك آية وحديث تفضل اما الآية سيدنا موسى لما ورد ماء مديم وجد عليه امة من الناس ناس عملين يسقوا والناس شاء مشغولة بنفسها ساقوا وبعدين جم حطين الحجر على مدخل المية ففيه بنتين واقفين على جنب كده مش هيقدروا يشيلوا الحجر لان الحجر عايز قوة كبيرة جدا وعدد من الرجال فهم ما سألوش في البنتين ومشوا طب البنتين عايزين يسقوا جا رايح سيدنا موسى انتوا عايزين تسقوا فجاء ايه شيل لهم الحجر سألهم رجع الحجر مكانه ما قال لهمش اي خدمة تانية ولا كل سنة انتوا طيبين ولا كل عام وانتم مخير ولن تمنين وساكين فين ولن تعرف لا اغفش الكلام ده فسقلهم ثم تولى تولى طلب بقى من ربنا لان انا عملت ده ربنا ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فانت لما بتعمل الخير انت ما تنتظر طبعا على الناس من اسيادنا الفقراء انه يزكي اخلاقه يكون اسلوبه حلو واشكر ربهم واشكر من ازدى اليه المعروف بكلمة حلوة تساعد على نمو الخير طب ايه لم يحدث انا مش بعمل للناس مش مستني منهم حاجة ايوة ولذلك من قواعد الراحة ومن قواعد الاخلاص لا تنتظر شكرا من احد صحيح انت بتتعلم من ربهم وانتظر الخير من رب الخير صحيح انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فانت لما تتعامل كده شكروك انت مبسوط ما شكروكش برضو انت مبسوط لانك بتعمل الله صحيح ونعمة بالله نروح نشوف تقرير خاص بجامعية البرو الطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية من اللحظات اللي بتبقى سعيدة جدا عند اي حد ممكن يكون ما عندوش الميا داخل بيته وده امر صعب جدا لما نقود نفكر فيه ممكن ما نعرفش نستوعبه لانه احنا لو الميا قطعت عندنا شوية صغيرين بنحس ان فيه دربكة في البيت كله ونبقى مش عارفين نعمل اي حاجة لكن بالفعل فيه ناس عايشين بالشكل ده لما يدخلهم وصلة المياه لما يدخلهم بير مية لما يبقى فيه محطة تحلية هي بالنسبة لهم الدنيا واللي فيها ربنا سبحانه وتعالى سمى الماء غيث لانه يغيث الانسان وينقذ الانسان وهو اساس الحياة يعني هو اساس الحياة واساس النظافة واساس العبادة واساس الزرع اساس كل شيء شوفي حضرتك لما بتنقطع المياه من بيوتنا ساعة ولا ساعتين بتبقى الناس كلها مش عارفة تعمل حاجة فببالك بقى بالعايش حياته كلها بيته مفوش مية بيروح يملى من مكان بعيد والموضوع كله ويبقى بيتعامل معها بقى بحساب شديد جدا النقطة بتفرق معاها فتخالي حضرتك لما حد بيعمل وصلة مية بيتسبب فيه ازاي بقى سهل عليه العبادات وسهل عليه التزين والتجمل والنظافة وسهل عليه الشرب وسهل عليه الأكل وحفظ ماء وجهه وحفظ عليهم تعبهم هو بيحمل فيه أواني كتير جدا المية وسعد بيناس كمان كبار في السن بالضبط هم أساسا بيتحركوا وبيمشوا بالعافية فتخالوا بقى وهم شايلين كمان فتوصيلة المية من أعظم الزكوات الجارية ومن أعظم الصدقات الجارية عظيمة جدا وباقية وسبب كبير جدا وفيها معظم أعمال الخير لأن انت بتفرج كربته وتيسر أمره وتحفظ ماء وجهه وتنفعه وخدمة ليه وتساعدوا على طاعة الله عز وجل شيء عظيم جدا ولذلك ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون مجرد شربة الماء أعظم صدقة على غني ولا فئير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة في كل كبد الراطبة الأجر يعني خيالي حضرتك سأيت إنسان سأيت مسلم سأيت غير مسلم سأيت حيوان سأيت طائر حتى ولو بعض الحشرات الصغيرة كالنمل لو شربة ونحن لا نعلم لكن الله أعلم كبد الراطبة شربت لك أجر عظيم جدا عند ربنا أن يسقيق الله في الدنيا ويزيل عنك العطش ويسقيك يوم القيامة من حوض سدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الكوسر في جنة وسقاهم ربهم شرابنتهم راري مطبخ الخير ووجبات الإفطار الساخنة اللي بتقوم بيها جماعية البر والطقوة المصرية اللي هتصل لأسر كتير جدا يوميا في شهر رمضان المبارك أنا بصراحة من الأخبار اللي أبسطتني أوية لا وعملين كمان حاجة راقية وحاجة محترمة جدا بالضبط أولا هي هتعم الجمهورية الحاجة الثانية أنها هتبقى وجبات متنوعة تليق أننا أقدمها ربنا وأقدمها الأسيادنا الفقراء الحاجة اللي بعد كده أن هي هتقدم جهزة ساخنة ساخنة لحد أيد أسيادنا الفقراء تمام؟ الجميل كمان أنه هيقدم إفطار وبإذن الله هيقدم سخور حاجة كده روعة حاجة جميلة خدها كده على الجاهز ما يبقى شعايل هم حاجة فشيء عظيم جدا ومشروع أسأل الله وقرم من ربنا سبحانه وتعالى يعني يا بخت اللي يساهم ويشارك في طعام زي ده شوفي اكتمال الوجبات وجمال الوجبات عشان كده أنا مبسوطة لأنهم عاملينها بشكل يعني محترم يليق بأي حد ودائما إحنا بنقول العين بتاكل الأول وشوفي التكامل فيها كل حاجة فيها بفضل العزة وكل شيء خدار والسلطات واللخومة أو الأسماك أنا عندي فكرة عايز أقولها للناس أنا نفسي ما صومش رمضان واحد بس أنا عايز أصوم تلاتة رمضان أنا هصوم مرة وهاشترك بوجبتين لي في تحسب لي أجر يبقى أنا صومت تلاتة رمضان والدي اللي توفى وولدتي أنا هاشترك بوجبة طول الشهر لأمي ووجبة طول الشهر لأبي كأنما صام رمضان بيننا طائط لي ولغيري البر ربنا يتقبل يا رب من الكل نورتين يا فضل الشيخ بشكر حضرتك بشكر حضرتكم مشاهدين أو لو عشتوا كالي عمرش وحضرتكم بكرة على خير إن شاء الله سلام عليكم شكرا